أتبر الله أتبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاة هيا على الصلاة هيا على الصلاة لا إله إلا الله لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه أيها المسلمون والمسلمات أصيكم ونفسي المقصرة بتقوى الله عز وجل حيث قال الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم أيها إخوة موضوع اليوم بين حب الوطن والانتماء له وبين العنصرية واحتقار الآخرين والاعتداء عليهم فرق شاسع لكن كثيرا من الناس يخلطون فيما بينهما فيرون بعض الناس إذا أحب بلاده وتكلم عنها ورفع قدرها وشأنها ظنوا أنه عنصري فهذا خطأ وفي نفس الوقت بعض الناس يرفع من قدر وشأن بلاده بما لا يستحقه أو بما لا تستحقه بلاده فيقول ما ليس ليها ويكذب حتى يرفعها على الآخرين ومن ثم يتكبر ويتجبر ويحتقر الآخرين إذا هذه خطوط لا بد من معرفتها ولا بد من التعامل مع كل من هذه الخطوط بما تستحقه أو بما يستحقه فنحن أمة خلقنا الله عز وجل على فطرة في حب الوطن ونحن نحب وطنها ونحب بلادنا فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا مكة إنك لأحب البلاد إلي لو لأن قومك أخرجوني منك ما خرجتم إذن دليل على حب الوطن فطرة من فطرة الله عز وجل علينا وهو أيضا ذكر في الحديث الصحيح قال خمس من الفطرة أو في رواية ست من الفطرة منها حب الوطن إذن فحب الوطن ليس فيه مشكلة ولكن الإشكال فيما بعد ذلك الاحتقار للآخرين أو الزيادة في الغلو في حب الوطن بما يتجاوز إلى التبختر أو إلى الخيالاء والكبر ثم الاحتقار للآخرين ثم التعدي عليهم إذن هذه قبض لا بد من معرفتها واسمحوا لي أن أشرح هذا باللغة أيضا الأنهرية ثم أنتقل الإنجليزية إن شاء الله واندو موكيه توكيه زاري يخطبا يرأس أغرن موددنا زاري ننت محاليه اللون ليونت ما وغكي منه زاري ننت محاليه بإسلام أغرهن كموددنا كما فكر المتحدة وجدش أغرهن الآن ويمكن من المتحدة كما نحاول أغرهن كما نحاول أو أو وما يوجد ايضاً مجاقعون مبدال يكتن لذين كدبية بكرهم تقول عن آيات يا أيها الناس وإن خلقناكم من ذكر وأنثى يرمي لوا آيات كمم تعتوا بفيت مجمرا لهم كالسبب فيت من الله لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ملعا لذين مجمراوا يسولج قراتنا باقروا لهم تروي على المنا وما فكر عن الوبلوه يتعسبون أن أكثر مجمرا لكم وما أكثر مجمرا لكم وما أكثر مجمرا لكم وما يستمرون حقا لكم لكم أكثر أكثر من المروفة وما تجدون تعتقد أن لكم على القرآن في مجموعة جدا . . . . لا يصحاب المساعدة المساعدة يجب أن يكون حقاً ينطب حيات محرًا ينطب حياته أن يكون هناك أنا يا أهو الناس إنا خلقناكم نحن نقول يا أهو الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفسي واحدة مجمّرتك عند نفسنا قدت له الله سبحانه وتعالى كذبها لكن وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفكم ليلة وقرت بين الذكر والأنثى نفس واحد نفس عندما كانتك عند نفسنا يفتراتك لا فرق بين المرأة والرجل أو النساء والذكور الله سبحانه وتعالى خلقناكم من ذكر وأنثى يدخل فيه من باب الأولى بين النساء والذكور أيضا هناك علوم أو أمور لا تعلمها إلا النساء والتعامل معه بأسلوب أفضل فلذلك الرجل ينبقي أن يستفيد منها إذن التعارف يدخل فيه أيضا بين الرجل أو الذكر والمرأة كذلك بين الشعوب وبين وبينا 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 الآخرين إذن بزروح محكّل بتعارف يرب record اته والعالم من نفسنا لذا كانت تريد بالتعارف ستبوت من الوجود من العد purchase من البحاء من البحرك الديمار الديوس هُلّمار بازي ملكونيف التركوت كزابوه على كنانتوس هُلّم يتكبرانو يا سولي ولقد كرمنا يعني الله سبحانه وتعالى أكرم الإنسان جميعا ولقد كرمنا بني آدم وأكرمكم أفضلكم إكراما عند الله عز وجل أتقاكم اللهم يمي فهرع كهُلّم قل هُلّم يتكبرانو يا سوليج بهُلُم مسلم مسلمي علمو هُلّم يتكبرانو قالبه على قل كنانتوس يتشعلك بريادلو هُلّم زار يتكبرانو كنانتا كزاروش بمولو يتكبريهنو أتقاكم عند الله الله سبحانه وتعالى يا الله فرهات السوق يبللت يعني الله سوليج سلازي بزار قده إليه يعني أهل نقروش أو وساسبا عنده سلراسو زار بالقام عنده إليه كامل سلزار قده إليه ويشود أنا هل أصطر يتكبرانو وساسبه الآن كما تتكبرانو كما تتكبرانو كما تتكبرانو فهلّم يتكبرانو وأن الناس يتونج سلذي ليون تيلو كيثم ممشاكشل 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 هو القزيد هو مع صلاة المساجر سنب الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون يا الله ممشاكشل وجمع أفر نبارك كيف قال نبارك كالزابو هلا سواه كالزابو هلا بوها لله ملك بس فر ملك بسيطنا ونمكول انبتما تعد رأيكو إلى الله كالزابو هلا جورو ومسحسلو تعد رأيكو له يقولوا يا رجو الله سلذي إني براسي بالا دررقوت نقر لكرار رأي الكلام يسو مكين أندزي ياسايو بنكبر لكاندع الله يفترى اللي نقر بنيالي يتشاهل كاللو تشيب اللي تندخون إياسا من من كبار بس المنا يساها بسيطنا مكناتهم مان من سوء رأسون الكهرة السم ونسخيان سلاكون جنا سلا ملك سلا كلم سلا ريسيزم سلا إثني سلا رأسون ونسخيان سلا رأسون نبي صلى الله عليه وسلم يقولون أنه يستمرون تسعبكم يتقلون أنه يقولون أنه وتقولون هكذا لأنصار هكذا للمهاجرين يقولون أنصار هكذا نبي صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها منته أبي دعو الجاهلية وانا بين اظهوركم اني بانانتا مهال هنية بازي بمهي من التاري تترى رلعكو بلو نبي صلى الله عليه وسلم بدأ موقع زواجو اهنو يقلو بس لمناتشن سلازي بادتك على اسلام زرنج انت سننسب اندزو عقر المودد مفكر عقر المردات لهاقر يبلتان برايوريتي ويبنمو قدميه مستد يا ايهو تانم مكناتو النبي صلى الله عليه وسلم مكان يبلتان دم يودوات كهولو ماغا يتشالك اندوهنج لساتشو تانا اقرون اندر وهو نبي من تنبيه الله ليلاؤ فترة سلحونا الله يفترب بنقر سلحونا يعنونا مشاش عمشنم اقرون الودم قال عندسو برشتين يا متاكا مالبت مكناتو تفترواوي قمدك اسلون اقرون عند الزو عم بسو اقرون سلوة الددن وزرينيان واندلوهم يام كفاتنا يعني زرينيان من اللومة اجينو يعني زر بيتشاة ليلاو يدفع يميل اسساساسا سيان شراشترنا ليلو تلايه تعبدي سالك ليلو تلايه دم برساتنا اقولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم استغفروه انه هو الغفور الرحيم والبر الكريم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا يهيد الله وحده لا شريك له وليل الصالحين وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد Brothers and sisters I want to summarize what I said in Arabic and Amharic We have the title today is about ethnicism and racism The difference between these words and love of country or love of any ethnic group that we came from First I will start with love to our country or our ethnic group or any that we are belongs to It is natural first of all Allah سبحانه وتعالى created us to love something to hate something This is a matter of what? Creation So no one have any 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 power on it So everyone created in this way Like Allah سبحانه وتعالى said We love money وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا So no one can claim that he don't love or he doesn't love money If he claims that he is crazy or he is sick So we have to take him to hospital That is what we believe because Allah says the truth We can't say the Quran is not true So the same thing Anyone to claim that he loves his country He loves his born country also He loves his ethnicity or ethnic group It is natural And even if he claims that he loves his race because the race has nothing to do with his power because the color comes from Allah سبحانه وتعالى to be black or white It's not to you Allah سبحانه وتعالى created you like that So if someone loves his race or his ethnic nothing wrong with that Even if he say my country is more lovable or more good than any country It's okay If he has a proof It's okay He can claim that his country the weather of his country is best than anyone But we can challenge him How is this? And we can ask him and we can challenge him That's it But This kind of claim This kind of also proudness It's okay in Islam But The problem is when it followed by violation Some violations Allah سبحانه وتعالى mentioned this ayat that I started with يَا أَيُّهَا النَّاسُ اُتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِن نَفْسٍ وَاحِدًا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجًا Also the ayat that say يَا أَيُّهَا النَّاسُ and countries and ethnic and but among you the best the best one is the one who has a consciousness when it comes to Allah سبحانه وتعالى when he deals with Allah سبحانه وتعالى this is the ayat says but before this ayat there are things Allah سبحانه وتعالى mentioned it looks like a violation for this rule the first violation is mentioned in this ayat surah al-hujurah is أَنْ يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ to make a than or to make a mock or to laugh at each other or one another when he think that someone is less than him ethnically or by racism or something and he violates regarding that thinking at that time we can say stop here you can't do that because Allah سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى لا يَسْخَرْ قَوْمٍ مِّنْ قَوْمٍ عَسَا أَنْ يَكُونُ خَيْرًا مِّنْهُمٍ Allah created you in different level in different power in different also status of living poor or rich or in this color in this tribe in this and everyone has his specialty so you have to be proud of what we have what you have and at the same time you have to respect others with what they have so you may don't know what the quality that the other have anyone has his quality someone was giving an example here in our like in masjid here everyone has his quality and his specialty if the fire alarms made a sound here we all have to run so the best one of here is the one who knows how to run not the best one of us here the one he is like he's good in mathematics or in Quran half mashallah but doesn't help him at that time so everyone has his quality so we have to respect the qualities between us and what we have and we can be also proud of that but that can't lead us to what to evaluate or to make any evaluation evaluation or to not make that evaluation for judging some others and to make fun of them or laugh at them or to bully each other this is the restricted area this is the line that we need to respect because Allah subhanahu wa ta'ala that is but unfortunately most of us we raise our children even we raise a lot of stories against each other we have a lot of jokes about this tribe and this tribe we laugh at some ethnic groups this is how we are living in this life we need to cut this by Islam stop this kind of any because this kind of issue is very sensitive sometimes people kill each other because of this I know once we were at a restaurant eating even with ustaz and other people we were talking just laughing and eating and one of us make a joke against one of the tribe and one of them wallahi he was very offended by that joke and he took the plate and he started to kick this person with that plate as if that person is not known to us even we don't know about him as if he is not the person that we know so this kind of joke makes irritate in some people so we have to stop this this is what Allah mentioned in Quran we know Quran is 604 page in this small page Allah mentions a best thing for our life so that is why Allah mentioned the don't laugh at each other don't mock don't bully each other this is one and the other thing Allah mentioned before the big rule that he mentioned about Taqwa he mentioned also about thinking about others in wrong way this tribe are this they are like some of them they talk these tribes known by thief they are a thief they stole a lot we wallahi sometimes we make jokes a lot like I heard some jokes against black people or white people make jokes about black people or black people make jokes about white people or tribe to tribe or country to country this kind of things must stop this all comes because we think about others in bad way this thinking forbidden Allah said to think about others in bad way in your work in masjid in anywhere it is you have to live with the reality not with assumption with your wind about others to say this I think he is this I think he think this I think he said this before because he want this this is not the reality you have to get out of this we have to get out of this kind of thinking and after that Allah mentioned about the backbiting backbiting each other this is also the other thing lead to the ethnicism and racism to talk about others in bad way sometimes general general judgments to say this tribe is this and this and this when it comes a hobby talking about each others about others this kind of behavior leads also to the bad one that it is the racism and talking about others in bad way laugh on other or at another so this kind of behavior must stop that is why Allah mentioned these behaviors before he talked to us Allahumma ammin milad al muslim jami' Allahumma inna nesaluka an tansur al muslim inna fi kulli mekan Allahumma allif beyn qulubihim Allahumma allif beyn qulubina wa qulubihim Allahumma ahdina wahdibina wajjalna sebe liman ihtada wa salli Allahumma ala seyyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa aqim allahu akbır allahu akbır ashadu en la ilahe illallah hong hong